توتر يخيم على مناطق خفض التصعيد في سوريا حيث تتعرض مناطق عدة شمال غربي البلاد إلى قصف روسي لم تشهده المنطقة منذ أشهر المرصد السوري قال إن تسع غارات روسية استهدفت قرى في إدلب وطالت إحداها سوقاً للخضار في جسر الشغور ما أدى إلى سقوط عدد كبير من المدنيين نحن نحمل البندورة هون ما شفنا غير الغارات الروسية نفزت علينا هون بسوق الهال وهي بعض الشزايا اللي تم رمي الصاروخ عينه وجدتنا الشزايا دولين نحن نبرتنا الشزايا وأوضح المرصد أن الغارات الروسية جاءت رداً على استهداف مسيارات جبهة النصرة مناطق مدنية في ريف حما الشمالي وتشهد محافظة إدلب منذ أيام تبادلاً للقصف عند خطوط التماس أدى لسقوط قتلى وجرحة فيما قضى جندي روسي في قصف ساروخي شمال محافظة حلب ولفت المرصد إلى أن الهجمات الروسية زادت وطيرتها منذ ديسمبر الماضي لسيما بعد مقتل مسؤول عسكري روسي رفيع في هجوم بمسيرة في ريف حما الشمالي في مايو الماضي وتسيطر جبهة النصرة على نحو ثلث مساحة إدلب ومناطق محدودة محاذية من محافظات حما وحلب واللاذقية ومنذ مارس 2020 يسري وقف لإطلاق النار في المحافظات الأربع بموجب اتفاق رعته روسيا وتركيا وينص الاتفاق على إنشاء ممر آمن بطول ستة كيلومترات على الطريق الدولي أم أربعة وتشهد هذه المناطق بين الحين والآخر قصفا متبادلا تشنها أطراف عدة ورغم ذلك يظل وقف إطلاق النار صامدا إلى حد كبير